بأخبار محترفين تسير صفقة انتقال الدولي الجزائري محمد فرس إلى نادي لاتسيو أو إذن في الطريق الصحيح حسب ما أكدته الصحافة الإيطالية والتي أضافت بأن وكيله مينورايولا استغلت وجوده بالعاصمة روما لزيارة ديليخت بعد خضوع لعملية جراحية من أجل التواصل مع مسيري فريق نسور روما ومحاولة حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن